مرحبا يا شباب نكفي اليوم الدرس الرابع اللي كان عنوانه السلامة على الطرق بالحصة الماضية شفنا القوى الحقيقية تعريف العلة حكينا عن اربع انواع من القوى الحقيقية اول شي كان عندنا القوى المؤثرة عن بعض حكينا عن قوى الاحتكاك قوى الضغط قوى التي تؤثر للتواصل بلشنا بفكرة حركة السيارة شفنا القوى السبعة بلشنا بحركة السيارة حكينا عن حركة سيارة بوجود القوى اللي بتؤثر عليها رجعنا فتنة بفكرة القوى السبعة التي تؤثر على السيارة حكينا عن قوة الوزن قوة الاحتكاك وقوة مقاومة الهواء بدنا نكفيها الآن القوى السبعة التي تؤثر على السيارة وصلنا ل POLJAR او Attraction Force هي القوة التي تؤثر على محيط عجلات القيادة الملامسة للأرض لخلق حركة السيارة يعني نحن هون هاي القوة هي القوة عبارة عن القوة اللي عم يعملها الموتير الموتير يعطي هاي القوة للترانسميسيون او للترانسميشن بتنتقل هاي القوة للعجلات بصور في عندي قوة تقدر بتأمن دفع العجلات او الاطارات لحتى تنتقل على المساري اللي عندي ايه الاف هي الايمية القوة كيف نحسبها اف بتسيوي سي طايمز اكس اوبر ار الاف هي قوة الجر من قيسها بنيوتون السي هي مزدوجة المولد نيوتون بيرميتر هي يعني المزدوجة عبارة عن العزم القوة اللي عم يعطيها الموتير للعزم القوة على العزم لمزدوجة القوة اللي عم يعطيها الموتير للعجلات من قيسها بنيوتون ضرب متر الاكسي مخفض الانتقال هذا مخفض الانتقال هذا بيجي مثل عبارة عن نسبة خطأ أو شيء موجودة عبارة عن قيمة سابتة ما بيكون في عنده وحدة قياس الار هي نصف قطرة نصف قطرة العجلة من قيسة بالمتر مثل هذه القوة قوة الجر احسب قوة الجر المطبقة بالتواصل مع الارض على عجلات المتحرك ذات نصف القطر عطاني نصف القطر ويخضع لمستوجة المولد 250 نيوتون بير متر وهي السي ومخفض بـ 12 الار 12 نستخدم القاعدة افت ساوي سي اكس على ار نعوض السي بامتة والأكس بامتة والار بامتة بيطلع عنده افت ساوي 10,000 نيوتون يعني هيدا المولد عم بيعمل طاقة أو عم بيعمل قوة امتة 10,000 نيوتون من بعد قوة الجر عنده قوة القبض طبعا نتيجة انه هيدا السيارة او هيدا العجلات رح تنتقل على الارضية نتيجة هيدا الانتقال رح يكون فيه عنده قوة معاكسة للانتقال من سميها قوة القبض هيدا القوة ناتجة مثلا اول شي عن وزن او كتلة السيارة عن الحركة المعاكسة او نسبة الخطأ بحركة التربيع بالدوران هاي كلها من سميها قوة قبض هي قوة صغيرة صغيرة نسبة لقوة الجر بتنتج نتيجة حركة السيارة هي القوة التي تؤثر على موحيط عجلات القيادة او عجلات السيارة المنامسة للارض من اجل اعاقة حركة السيارة يعني هي قوة بتعييق حركة السيارة او معاكسة لحركة السيارة سنلاقي ان امتها هي F تسوي CX على R مثل شكل الفورميل او الفورميل الجملة الخطية اللي حتى نحسب فيها هاي القوة ستكون مثل شبيهة او نفسها الجملة الخطية اللي نحسب فيها قوة الجر لا في قوة القبض بينما هون سنلاقي C هي المزدوجة المعارضة للحركة يعني هونيك كان في عنا C هي مزدوجة المولد هي المزدوجة اللي تتعطي الدوران للعجلات هون هاي المزدوجة نتيجة بعض الاشياء الموجودة عندي او الحديد او او الاحتكاك اللي يصير بين الحديد وبان العجلات بالصور في عندي مزدوجة عم تكون معاكسة للمزدوجة الموجودة عندي اياها منسميها C هي رح نستعملها هون واحدة القياس اللي الى نيوتون متر X مضاعف الانتقال او مخفض الانتقال نفس الشيء بدون واحدة القياس ستكون هي عبارة عن قيمة سابتة هاي القيمة سابتة بتتعلق بنوعية الحركة اللي عندي اياها او بنوعية الحديد اللي هم نشتغل فيه او نوعية مثلا الزيت المستخدم بقلب بقلب الرسورات الى اخرين بس هي عبارة عن قيمة سابتة الر هي نصف قطر العجلة هون كمان هنشوف مثال احسب قوة القبض التي تؤثر على عجلات زاد نصف قطر 0.3 متر تتعارض بمزدوجة زاد قيمة 30 نيوتون متر 30 نيوتون متر وبتخفيض زاد قيمة 8 مع الر 8 مع السي 3 مع نصف القطر اللي هو الر 0.3 X معيها 8 F تساوي C ضرب X على R يعود كل شي بقيمته يعني 30 ضرب 8 على 0.3 بيطلع عندي قوة القبض 800 نيوتون طبعا بلا تكون قوة المولد اكبر منها لا قوة القبض لحتى يتحرك عندنا السيارة هلأ ما نكفي ما نحكي عن القوة السادسة وهي قوة الكبح هذه قوة الكبح هي قوة مفتعلة او متحكم بها نقدر نحن نتحكم فيها او نحن نفتعلها او نوقفها وهي عبارة عن الفرام يعني من خلال دعسة الفرام اذا دعسنا كبسنا كبسة الفرام او دعسنا على دعسة الفرام بدأ تخلق قوة الكبح اذا شلنا اجرنا راح تتوقف هي القوة التي تخفف من سرعة السيارة الهدف مننا لقوة الكبح هي التخفيف من سرعة السيارة او ايقاف السيارة عند ضغط السائق على المكابح بس يدعس على الفرام الجملة الخطية التي تستطيع من خلالها احسب قوة الكبح هي F تساوي M ضرب نيو حرف لاتين اسمه نيو M هي كتلة السيارة او كتلة العربة التي يكون لديها نيو هي تباطؤ السيارة يعني أنا التباطؤ اللي عم بطيء من خلال الكبح لهذه السيارة الاف هي قوة الكبح الاف بنيوتون الام بالكيلو جرام النيو راح تكون بالمتر بالثانية مربعة طيب خلينا نشوف مثال على هاي القوة عم بقلي مثال احسب قوة كبح السيارة التي تولد تباطؤا زاد قيمة 10 متر بالثانية يعني هي قوة الكبح لازم يكون التباطؤ الناتج عنها 10 متر بالثانية يعني النيو هي 10 متر بالثانية اذا كانت كتلة السيارة 1500 كيلو جرام والام هي 1500 كيلو جرام مع الام ومع النيو بقدر احسب الاف اف تساوي ام ضرب النيو بتساوي 1500 ضرب عشرة تطلع 15000 نيوتون هي القوة يعني هاي عم تخف القوة عم نعمل قوة عالسيارة 15000 نيوتون لحتى تخف السرع الى او لحتى عم حاول وقفها طيب هلا التباطؤ كيف منحسبوه من خلال المعادلات الزمنية اللي كنا ماخدينها نحن بالحركة المستقيمة المتغيرة التباطؤ او التسارع منحسبوه من خلال اذا ما هون نحن بهنا التباطؤ النيو بتساوي نهية التسارع بتباطؤ الاي كم المتغ stack T2 D هي الصرعة الابتدائية للكبح يعني أنا أبل عدة كبه يمربعها بaskور على 2D هي مسافة الكبه يعني أحد ربط betrayed وممسافة المسافة التي وحدة بدأت على خدا على 2D هي الصرعة الإبتدائية للكبح كما قلنا هذه مسافة الكبح وهناك يجب أن يكون بالمتر ولكنها يجب أن يكون بالمتر بالثاني وهناك يجب أن يكون بالمتر وهناك يجب أن يكون متر بالثاني طيب الوقت اللازم للتوقف يعني أنا سميه وقت الكبح بس دعست على الفرام أخذت مع السيارة وقت ضل ماشية بترجع بتوقف هيدا الوقت كيف منحسبه هو الفي على النيو والفي هي السرعة الابتدائية يعني السرعة اللي بلشت ادعس فيها فرام النيو هي الطباطق اللي عم بصير فيه عندي اياه هيدا الشخص لأنني تقومون بصورة الانيو والفيه عن الوقت اللازم لحتى توقف السيارة هلأ القوة الموجهة أو القوة الموجهة أو قوة التوجيه القوة موجهة هي القوة مثلا القوة التي نستخدمها حتى نحرف السيارة و نغير المسار طلع عندنا قوة عنها حتى نفتل الدركسيون كما ترجع من الليلة يعني ماذا هي الوقت التي تصبح فيها حتى نحرف السيارة هذه نسميها القوة الموجهة واللي هي القوة السابعة اللي عم تأثر على السيارة هي كل قوة الضغط يعني أنا بس فدركيسيون عم بعمل قوة الضغط لأنه عم حرك زيت هيدا الزيت عم ينتقل للتربيعات أو عما كان محدد على قطع محددة بالسيارة الزيت بعمل ضغط على الدوليب شو بصير في عندي والمنامسة والاحتكاك هيدا الدوليب نتيجة المنامسة والاحتكاك بينه وبين الأرض وزيئة والضغط اللي عم بعملوه بدا تلتف بدا تنحرف يا شمال يا يمين القادرة على حرف مصار الكتلة أو السيارة كيف بنحسبها هاي قوة القوة الموجهة F بتساوي M V سكوير على R ال-M ال-F هي قوة الموجهة بالنيوتون ال-M هي كتلة العرب اللي عندي إياها بالكيلو جرام V هي السرعة اللي بكم ماشي فيها متر بالسينية ال-R هي نصف كتر المصار يعني أنا بس بدي أحرف السيارة ما بيجي بكم ماشي على مصار جياليس وبيجي بلف الدركيسيون لا بكون فيه عندي كوع عندي التفاف كوع منحرف انحراف ال-R هو نصف كتر المصار اللي عم بانحرف فيه مثال احسب قوة التوجيه التي تضع سيارة زات كتلة 1500 كيلو جرام على مسار زات نصف كتر 100 متر يعني نصف كتر الكوع اللي عندي هي 100 متر بدي أحط السيارة بدي لف السيارة على هذا المصار وكتلة السيارة 1500 كيلو جرام والسيارة كانت ماشي بسرعة 20 متر بالسينية بيجي بستخدم المعادلة اللي عندي إياها انه F تساوي M V سكوير على R بعود كل شيء بقيمته M 1500 V سكوير هي 20 مربع على R اللي هي 100 يطلع عندي 6000 نيوتون طيب هلأ مثل ما شفنا نحن انه بالاخر ثلاث قوة شفناها واربع قوة عندنا قوة الجار الجار قوة القبط قوة الكبح وقوة الموجه قوة الموجهة او قوة التوجيه كلهم عم بيتعلقوا بالإطارات طول السيارة او بدوليب السيارة يعني كل هول قوة بيلزم لإلهم احتكاك مناسب بدي كون في عندي احتكاك جيد ومناسب بين دوليب السيارة والأرضية اللي عندي إياها لازم كون في عندي دوليب مناسبة للسيارة والأرضية من هون نحن هنروح على تأثير العجلات على حركة السيارة كيف يتأثر العجلات او الإطارات على حركة السيارة واحد كتلة السطح طيب كتلة السطح شو هي اختيار الإطارات يترافق مع استعمالات محددة تتعلق بطيما تسمى كتلة السطح يعني أنا حسب السيارة هاي بدي سوء او وان بدي سوء او شو كتلة السيارة وكذا ونوعية السيارة اللي عندي إياها بدي you can go to the surface of the surface thing that you can do on the surface or what i love you هي الكتلة السطحية شي kulit هي نسبة كتلة العربة التي تكبحOH تعد المصار حركتها مع سطح الاحتكاك بين الارض والاطارات يعني هذه السيارات عندها كتلة محددة بدي روحeshوف الكتلة السطحية يعني اديش الكتلةikat بد monumentدت تكون مع مسافة الاحتكاك بين بين كتلة السيارة أو بين الإطارات والسيارة أو بين السيارة أو بين الأرضية مثلا عندي كاميون كبر له الدوليب الليله أعرض له الدوليب كبرت مساحة الاحتكاك بالنسبة للكتلة الليله عندي سيارة بزغرة شوية الدوليب معدل وسطي بيأخذ له معدل وسطي بس أصغر من الكاميون لا لأنه الكاميون عنده كتلة كبيرة بهذا الشكل تقاس هذه القيمة بالكيلو جرام بالسنتيمتر مربع يعني هي عبارة عن الكتلة على مساحة الاحتكاك بين العربي اللي عندي إياها وبين الأرضية طيب ما باللي هون هي نسبة كتلة العربة التي تكبح عودة وعدل مسار حركتها مع سطح الاحتكاك بين الأرض والإطارات تقاس هذه القيمة بالكيلو جرام بالسنتيمتر مربع كلما كانت قيمة كتلة السطح أكبر يعني هاي كتلة السطح كلما كانت أو الكتلة السطحية كلما كانت كبئك أميتها أكبر كلما كانت القدرة على الكبح والقيادة أسهل كلما كانت أكبر تتحسن عند القدرة على الكبح يعني بالفرام لأنه ستزيد أكيد مساحة الاحتكاك أو الكتلة الكتلة ستتبقى سيبطة إزالنا سيارة ولكن زادت مساحة الاحتكاك طبعا بما يتناسب مع الهيكل السيارة ستصبح القدرة على الكبح أنه الفرام يوقف السيارة والقيادة أنه يتحكم بالدركسيون أفضل الالتساق وقاليته من هنا سنذهب إلى الالتساق وقاليته طبعا هذه السيارة التي تريد سوءها ستكون جيمدة ميسكة على الطريق لا تريد أن تكون لدي السيارة يساب الهواء أو يمشي مثلا 80 كم بالساعة لأن السيارة تطير لا هون ما نروح نلتفت لهذه الشغلة هذا الالتساق وقاليته شو اللي بأمنه أو من خلال شو شو اللي بأثر عليه طيب يعرف الالتساق بأنه نوعية الاتصال بين الأرضية وإطارات العجلات المستعملة يعني هذا الالتساق اللي بأمنه هو النوعية عبارة عن نوعية بين الإطارات اللي عم نستعملون يعني القوم بتاع الدوليب والأرضية اللي عم نمشي عليها طبعا رح يتأثر بنوعية القوم بالنقشة القوم بالنمواد اللي عم نستخدمها بالقوم وبين الأرض اللي عم نمشي عليها رح يتأثر بهذه العاملين أول شغلة عنا إياها يتعلق الاتصال بثلاث آليات ثلاث آليات أول آلية الوزن المطروح على العجلات يعني هذا الوزن المطروح على العجلات أنا شو عمسو كاميون سيارة عمسو موتسيك حسب هذه الحسب العربة اللي عندي إياها والوزن اللي إياها بتأثر على الحركة اللي عندي إياها أو على التلاصف بين الأرض وبين العجلات هذه القوة العمودية لتؤمن الاتصال بين العجلات والأرض لأنه دون هذا الاتصال الحركة مستحيلة يعني تخيل ما نتخيل الشغلة لأنه أنا عمسو لنقول سيارة هذه السيارة ما في قوة وزن عليها ما عم تأثر عليها قوة الوزن رح تصير هاي السيارة بتمشي بالهواء يعني رح تطير بالهواء رح تبطل ليز أبا ما في قوة التساق أو في التساق بينها وبين الأرض يعني هذا الالتساق اللي بأمنه هو قوة الوزن أو قوة الجاذبية اللي عم تعملها الأرض على السيارة نتيجة هاي القوة بصور في عندي الاتصاب بين الإطارات أو بين العجلات وبين الأرضية اللي عم نمش عليها نقش الإطارات هي قدرة الإطارات على التشكل للتناسب مع الأرضية وذلك لتأمين تماسك العجلات على الأرضية ومنعها من الإنزلق نقش الإطارات يعني أنا وقات الإطار عطول بكون في عنده نقش محدد هذا النقش لازم يكون بارز من لايه اوقات بس يصير هايه يروح هايه النقش اللي عنا يدوب أو ينمحه بسير الدولي بلازم يتغير لأنه عم بين عدم التماسك بين الأرض أو بين الدولي وبان الأرض سيصبح في عندي انزلق عشان هاي نقش الإطارات هو شي مهم بالنسبة للإطارات فهون أنا نحكي عن نقش الإطارات كيف بيأثر نقش الإطارات ممكن نقش الإطارات أنه يغير أو يتشكل بشكل مناسب مع الأرض اللي عم نمشي عليها بأنه يصور فيه تماسك بين العجلة أو بين الإطار الخارجي أو بين الأرض اللي عم نمشي عليها بحسب شكل الأرض اللي عم نمشيها طيب هلأ وبيمنع الإنزلق العضوية العضوية عبارة عن نوعية المواد المصنوعة منها الإطارات يعني قدرة هاي النوعية أنه تدخل جزيئات الليلة تدخل مع جزيئات الأرضية اللي عم نمشي عليها هي القدرة على التداخل بين جزيئات الإطار وجزيئات أرضية الانتقال والتي تؤمن التماسك بين العجلات والأرضية وتخفف من إصدار الدجيج خلال الحركة واحدة من يعني بتأمن التماسك وتخفف من إصدار الدجيج هون مثل ما قلنا أنه هاي الشغلة بتختص بتتعلق بنوعية المادة المصنوعة منها الإطار يعني ممكن يكون مصنوعة من مواد قابلة للتداخل أو قابلة للإندماج مع جزيئات الأرضية اللي عم نمشي عليها بشكل سريع وبشكل مستمر عندها قدرة على التشكل والإندماج المستمر مع تغير شما كيف ما تغير شكل المصار أو نوعية التربي أو نوعية المصار اللي عندي إياه طيب هنروح من هون من فكرة الاتساق وقاليته على شروط الالتساق شروط الالتساق عندي ثلاث شروط للالتساق أول شي هوية الطريق يعني الطريق اللي عم ننشاله صعودا نزولا انحضار إيجابي أو سلبي هوية الطريق انحضار إيجابي أو سلبي صعودا نزولا يعني هاي الطريق الالتساق كيف لازم يكون مثلا إذا كنتُ عنبطلع الطلوع غير إذا كنتُ منزل نزول لازم يتناسب خيار اللي عم يستخدمهم للإطارات يعني الدولاب اللي عم نجيبوهن أو القانون نجيبوهن يجبوهن مع هذا الشرط يعني هوية الطريق إذا كنت طالع أو ننزل أو عندي انحضار إيجابي أو سلبي مع هالشغلات يجبوهن يستطيع كتناسب مع الكلمة حيثโ issues compared to India. نوعية الأرضية. لدينا نوعية من الأرضية و يمكن أن ارتفعس بها الكبارى و يمكن الم试vik من الارضية. على أمرك기 من البنط بان كبارى زفط يمكن أن تم تلك أكثر من نوع صاحبzia و نوع كبار كبارى والخشد هذا الالتصاق يجب أن يتناسب مع كل نوعية الأرضية أو نوعية الواحد belt فالعجلات يجب أن تؤمن هذا الشرط كل ما يمكن أن يتواجد بين الإطارات والأرضية من شوائب ومواد مثل المياه والغبار والأوراق شجر كل شيء يمكن أن يكون موجود فجأة كنت ماشي على زفة وطلع له مثلا بحث موجودين على الطريق ليس نتيجة هذا البحث بدأت تدهور في السيارة أو بدأت توقف السيارة أو بدأت توقف السيارة معاش تقدر تمجي أو بدأت تصور فيه انزلاق بدنا نحافظ على الالتساق من خلال طبعا الأشياء اللي إليها فوق أنه النوعية تاعت القوم أو تاع الإطارات اللي عندي إياها والمواصفات اللي إليها من خلال النقش والعضوية اللي بيكونوا موجودين اللي بيتتميز فيهم هلأ هيدا الالتصاف رح يتميز بمعامل خاص فيه كل مكان كبير أكبر هيدا المعامل كل مكان قدرة السيارة على التماسف مع الأرض أكتر طبعا نحن ما من روح من نقي كتير كبير ولا من نقي كتير صغير لا بالعكس من نقي معامل التصاقي تناسب مع العرب اللي عندي إياها والأرضي اللي وأغلب الأرضي الموجودة عندنا هو النسبة بين قوتين هو تناسب بين قوتين قوة الكبح القدرة على الفرملة وقوة وزن السيارة تناسب بينهم يعطيني معامل الالتصاق عندي إياها الجبنة الخطية يتمثل هيدا المعامل هو ميو إيكوال ميو إيكوال أي على جي الميو هي معامل الالتصاق دون وحدة قياس ما إلى وحدة قياس الـ A هي التسارع أو التباطئ الذي يكون فيه عندها يعني عندما تكون بضع فرام أو بضع بنزين يزيد السرعة إذا بدعس بنزين يزيد السرعة اسمه تسارع وإذا بدعس فرام يخفف السرعة اسمه تباطئ بالمتر بالثانية مربع الـ G هو سابت الجاذبية من هو سابت خاص بالجاذبية الموجودة عندنا على الأرض الـ G تساوي قيمة سابتة 9.8 متر بالثانية مربع طيب مسهل كيف نحسبه هذا؟ نحسب معامل الالتصاق الذي يؤمن تسارع زاد قيمة 10 متر بالثانية على مسطح أفقي كيف نحسبه؟ الميو التسارع معي الذي هو 10 على الـ G تسعة فاصل ثمينة يقوم بشيء بقيمته يصبح عندي تقريبا 1.02 هو أفضل شو يكون هو 1.02 1.02 قيمة أرقام صغيرة ما تهم من الـ G تسعة فاصل الثانية يصبح متناسب مع معاملة الالتصاق عندي مناسب ترجمة نانسي قنقر